لدى تسلم سموه للوثيقة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الرئيس الوزراء المقر أشاد بالتطور الذي تشهده منظومة العدالة في مملكة البحرين مؤكدا سموه أن ثقة في نظامنا القضائي البحريني عالية ونعتز بالمراحل التي وصل إليها القضاء في البحرين ونفخر بقضاتنا وبحيادية ونزاهة قضائنا وبما يتمتع به من استقلالية مشيدا سموه بالجهود المبدولة لتقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية بفضل جهود المجلس الأعلى للقضاء رئيسا وأعضاء وبجهود السادة القضاء هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضائية صباح اليوم سعادة المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وعضاء المجلس وذلك للسلام على سموه وتقديم الوثيقة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 لتطوير العمل القضائي وقد نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته وتشريعاته بكفاءة قضاته مؤكدا سموه أن العمل بهذه الاستراتيجية سيدعم التطور الذي يشهده القضاء البحريني والذي امتاز عبر مسيرته بفضل نزاهة قضاته بالعدالة وتحقيق المساوى وسيادة القانون على الجميع وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الأسة التي تقوم عليها الاستراتيجية ستسند عمل القضاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المعلوماتية وتوظيفها وهو ما سينعكس إيجابا على تنظيم القضاء وتبسيط إجراءته وهي أهداف رسمها المجلس الأعلى للقضاء ولها منها كل الدعم والإسناد من جانبه عبر المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة تمييز عن بالغ شكره وتقديره وعضاء المجلس الأعلى للقضاء لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الاهتمام والحرص الذي يبديه سموه لتطوير القضاء بمملكة البحرين معبرا عن تشرفه وعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتقديم الوثيقة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 وتقديم إجاز لسموه عن محتويات هذه الوثيقة وأهدافها ومحاورها المختلفة من أجل استمرار النهوض والارتقاء بسلطة القضائية مضيفا أنه رفع باسمه وباسم المجلس الأعلى للقضاء أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما تحظى به السلطة القضائية من مساندة ودعم من سموه موسيقى